السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم في قناة هينتشانيل بعيدا عن المواد الحافظة اليوم اجيبت لكم جوش دياله السوس اللي مكعينه شيء دار ما كدخلوا لها شيء اللي هما كيتشوف ومايونيس كنتمنى تجربوهم وانخليكم دابعوا مع المقادير وطريقة ديال التحضير اول السوس عندنا هي مايونيس هنحتاجوا لي الى زيت كز ديال الزيت كز ديال حليب جوز فرماجات كز ديال ملاح وكز ديال ونحتاجوا ثلاثة دمعالق ديال الخل كتبقى على حسن كيف يريدون تجربة مايونيس لكم جدقية ولا خفيفة بالنسبة لكز ديال الكز اي كز عندكم يعني اذا عملت كز ديال الحليب هو نيتو كتعمره بالزيت وانتقلوا من المولينكس عنخوة بالحليب المولينكس الزيت نبني السلام لدينا رجل خوس وعاكاء الخوط سنجول السرة نتكتشل بعيدة أوشام عن التي هي وانكننا لدينا هنا هذا ما في حالي كتوفوه هم المقادر ديالنا خلطناهم دباع نزيدو الخالب بنسبة الخالب انا قلت لكم نزيدو شوية بشوية لحسب تكستور التي تنافسكم نعملو ثلاثة ديال مغارب ها هي مغرفة الأولانية مغرفة الثانية ونزيدو الثلاثة هذه المايونس تضيف حل المايونس تضيف المطاعم ان شاء الله إذا جربتوها بالنفس المكونات التي انا قلت لكم تزيدو ما تنقصه كتصداقة زعمة أكثر من رائعة دباعا ما تريدو ونخلطو ونرجعلكم بالغزولة الأخرانية ونصر وانتما كيف سوف ترى ها هي مايونس تناسة اذا قلت لكم بمغرفة كيف تضيف تكستور لشو اخفالك تحمق نحنا انتهينا ونحن ندزوا اللاصص التانية وبالنسبة اللاصص التانية سوف تكون عبارة كيتشوب لدي هنا ثلاثة او اربعة مطيشة لدي نوس مغروفة في الملاح و نوس مغروفة في الثامبودغة إذا لم تكن لديك الثامبودغة تأخذ مفصد الثامب لدي هنا نوس مغروفة في الفلحة حمرة جوج مغارف الخل جوج مغارف النشاء جوج مغارف السكر هذا نبدو على بركة الله أول شيء أن أفعله هي أن أقطع مطيشة لأربعة قطعت مطيشة لأربعة صغيرة لديها من نوس مغروفة من نوس مغروفة الملاح و نجعلها طيب تستطيعون تزيد الماء إذا كانت لديكم كسويلة و تحرقون إذا كانت تحرقونها أنا سأقحضيها لكي لا تحرقوا شيء هذا ما كيف ترون معي مطيشة لأربعة لنأخذ موليناكس مكينة هذه التي تفضلها نطحنها جيدا و نرجع معكم كما ترون معي أنا أطحنتها جيدا لنأخذ صفي و نصفيها سوف نصفيها جيدا و في ساعتك نور بكم سوف نزيد عليها بالنسبة لتطريقة التي نعملها مطيشة لا تكون لديكم مطيشة جيدة أو مثلا قربط يعني ترونها طيبة كثيرا أو ترونها كثيرا حاليا سوف تبغيب ثلاثة دراهام سوف تأخذها كثيرا و سوف تعملها ممشوز نفس الشيء التي قمتها و التي قمتها و سوف تحتفظ بها في مجمد من بعد مطيشة سوف نزيد عليها المقادل التي تبقوا لنا سوف نزيد عليها ففل حمرة السكر و الخل سوف نجعلهم يغليوا مع بعطيتهم جيدا سوف نكتشح العصب و سوف نزيد!!! و الآن في بعض المهند نزيد دعونا تنسب معكم المقادل التي قمتناها سوف نسوم سوف نعطوه في بعض المكادل ففل هذه و نزيده ماء و نزيده و نخلطه كيف لدينا كنت نكببها على الكيتشوب لها لا تسلم شيء إنه تقليل تقليل كيتشوب لا يوجد شيء من كعكاة في الكوية المشاهدة تعطي تقلية جيدة في حالة تشاهدون معي من بعد ما خلطتها قوامتها شاهدوا كيف يرجع ترجع تقيلة شاهدوها جميلة عندما أخذكم لا يتعجزون تشاهدون هذا ما تشاهدون معي هم اللصص ديان وجدو نتمنى تجربوهم وتردو عليها